... أنا قلت القادي هاي بدها قهوة فعملت حسابك معي بسلم ييدك مع أني ما بشرفش قهوة متأخر كيب بس مقبولة بيديك كنت حاب جاء اعتذر منك بعرف انه شخصيتي شوية مندفعة بس يريت ما تزعل مني مفيش اعتذر ولا حاجة انا اصلا ميزعلان بس قولي بقى مين اللي قالك ان اللي بيقعد القعدة دي بي محتاجها ابوي لما كان يقعد هاي القعدة كان دايما يطلب مني تنجان اهو لا يا رحمة شكلك كنت متعلقة بي اهو ما في احد من عموري كان ابوي ابوي واخوي ودايما مقويني ما كان يطفي نور الغرفة كان يستناني انا اروح اطفيها كان يحب يحكي معي قبل ما ينام دفنته بايدي هو وامي والله ارحم هم اكيد في مكان احسن الوقت على فكرة شسلسلة دي شكل حلوه هاي اخر اشي اما اعطتني اياها قبل ما تموت فحضني ما اقدر تعمل الها اشي كان طول حياتها وحلمها انها لما تموت تندفن في غزة بس ماتت في الغرفة لا بقولك ايه الوضع اللي انت فيه ده منفعش مع ابوكة اهلك اللي جوه دول بتسندوا عليكي انا عارف اللي انت مرت بيه عارف انه صعبه مش ايه حد يستحمله وعارف كمان يعني ايه حد دي في ادابه بس القام الصعبة والوقات الصعبة اللي زي دي منفعش معها ابوكة القام دي محتاجه صبر وصبر كبير كمان عشان تعرف التعامل معها وعشان كمان تعدي وان شاء الله هتعد